اشتركوا في القناة وان شاء الله اليوم بدنا نثبت يعني موضوع مهم جدا في مهنتنا انا تكلمت عنه في اكثر من فيديو سابق ونوهت انه هذا الموضوع مهم جدا ويعني تقريبا يحوي يحوي بصراحة يعني 50% من المهنة ولازم كل فني يتعلموا ويفهموا ويتعود عليه ويشتغل عليه بسهل عليه جدا في لف المحركات بشتى انواعها وطبعا انا بعتبر هذا بصراحة هاي الطريقة هي كنز من الكنوز او من اكبر الكنوز في هذه المهنة وبصراحة انا بحاول اعطيكم يعني كل شيء عندي انا بعرفه وبشوف في فائدة لكم بحاول اني اوصل لكم اياه فكرة سهلة ومبسطة على اساس انه تستفيدوا منها وتتعلموا منها وتعلمكم لهذه الامور بتسهل عليكم كثير في الشغل طبعا وهي طريقة اللي بحكي لكم عنها دايما طريقة المعرفة الاقطاب اللي هي بطريقة الواحد اثنين ثلاث كما تعودنا وحكينا عنها بالسابق طبعا كان في سؤال قديم من احد الاخوة المتابعين انه هاي الطريقة ما بتنجع على كل المحركات واثبتنا انه بتنجع على محركات الجانبين بالمجرى وعلى محركات المتداخلة وعلى المحركات اللي ملفوفة بطريقة اللف الحلزوني اليوم انا عندي محرك اربع اقطاب 48 مجرى طبعا انا لفيته ثلاث طبقات متعمد على اساس اني اصور لكم هذا الفيديو اساس اني اورجيكم ان هاي الطريقة بتنجح يعني حتى على المتداخل الملفوف تبقات يعني ممكن واحد يقول انا انا بوصل خلاص طبقة اللي تحت بوصلها مع بعض والطبقة اللي في الوسط والطبقة اللي في الاخير بوصلها كل طبقة لوحدها لكن انا بدو ارجيكم كلامك صحيح ما فيه عليه مشاكل لكن انا بدي ارجيك انه كمان هاي الطريقة بتنجح على هذا النوع او هذا الموديل من طرق اللف يعني مثلا احنا جينا الان للتوصيل انا وصلتوا على اساس يكون كل شيء واضح عندكم الان جينا للتوصيل بنخرج اول ثلاث اطراف زي ما تعودنا بالعادي اول مجموعة سقطناها وثاني مجموعة واول مجموعة من الفاز الثاني واول مجموعة من الفاز الثالث باعتبار اول ثلاث بدايات بنخرجهم وبنمسك نهاية احنا نجي للفاز الاول الطبقة اللي تحت بنمسك نهايتها ومنعد منها نفسها بنقول واحد اثنين ثلاث واحد طبعا بنعد بالترتيب بنمشي للامام لجهة اليمين مثلا وبنعد بالترتيب المجموعات اللي بنفس الاتجاه واحد اثنين ثلاث واحد لاحظوا انه الواحد الاخيرة اللي عدناها بتكون هي المتجاورة بالزبط للمجموعة رقم واحد الاولى فبنوصل نهايتها مع نهاية هاي المجموعة ونفس الشي بنكمل بنعد منها واحد واحد اثنين ثلاث واحد بنلاقي انه المجموعة الثالثة هي متجاورة للمجموعة الثانية من الطبقة اللي تحت بنوصل بدايتها في بدايتها ولو الاخير على اساس احنا نكملكم الفاز بنعد منها نفسها بنقول واحد اثنين ثلاث واحد بنوصل نهايتها مع نهايتها اللي بتطلع منه جاورة جنبها بنوصل نهايتها مع نهايتها ونخرج البداية للخارج برا وطبعا باقي الفازات نفس الشيء هذا الكلام اثبت لنا انه هاي الطريقة بتنجح على حتى هاي الطريقة اللي كانت مش يعني مش ملفوف حلزوني لكن ملفوف ثلاث طبقات طبعا لان عنا ست اسلاك ست بدايات طبعا لما نكون دايما لما نكون التوصيل نهاية في نهاية توالي نهاية في نهاية وبداية في بداية رح يخرج معنا ست بدايات وبما انه خرج معنا ست بدايات اذا لازم نأخذ واحد ونترك واحد او نأخذ واحد ثلاث اثنين او يعني نأخذ واحد ونترك واحد أو 1 ثلاثة خمسة فالآن إحنا بنأخذ 1 وبنترك 1 أخذنا هذا وبنترك اللي بعده أخذنا هذا وبنترك اللي بعده أخذنا هذا وبنترك البعده وبنوصل كل 3 وبنطلحهم مجموعة لحال على الروزيتا من جهة وبنوصله إحنا التوصيل المطلوبة على الروزيتا هاي هي ما بنا نطول أكثر من هيك بالفيديو هاي هي أثبتنا أنه لازم أنه هاي الطريقة بتنجح على هذا الموديل كمان أو هذا النوع من المحركات فيا أخواني هاي بصراحة طريقة اللي هي 1 2 3 1 بتقدر تعرف منها عدد أقطاب المحرك وبتقدر تعرف إذا كانت الأقطاب متجاورة فهي أقطاب حقية وإذا كانت متباعدة فهي أقطاب تأثيرية وبالتالي بتقدر تعرف التوصيل التوالي إلها فإذا كانت متجاورة بتكون نهاية في نهاية وبداية في بداية وإذا كانت متباعدة بتكون نهاية في بداية وهكذا فإحنا هاي الطريقة يا أخوان مهمة جدا أنه نتعلمها لازم نركز فيها كثير على أساس بتسهل علينا معرفة أقطاب أي محرك وبالتالي معرفة توصيل التوالي إله خاصة الناس اللي بتشتغل دائما في المحركات الصغيرة والمتوسطة اللي هو توصيلها دائما توالي فإنت بتقدر تعرف توصيل المحرك حتى بدون ما تفكه ولا تفك أسلاكه وهو مربوط ومربط وأمامك المحرك بتقدر تعد بهذه الطريقة وبتعرف توصيله قبل ما تفك الخيط حتى بتعرف توصيله وبتعرف أنه متجاور أو متباعد يعني حقيقي ولا تأثيري وبتعرف كل معلومات للمحرك فتبدأ بتقطع وبتبدأ تشتغل وانت فاهم وعارف كل شيء وحتى يعني لو كانت في معلومات مش مبينة عليك انت بهذه الطريقة فهمت الطريقة كاملة وفهمت أنه شو لازم يكون المحرك مصمم على أي أساس فانت بتشتغل على هذا الأساس وانت فاهم وانت عارف كل شيء هاي هي أخواني ما بنطول أكثر من هيك وإن شاء الله أنكم تستفيدوا من المعلومات ولا تنسوا زيبا بوصيكم دائما بوصي نفسي صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا